رح نتابع محطاتنا هلأ معلمة وشوفي الموضوع اليوم متعلق بالريلوكينج وأيضا موضوع سينمائي بامتياز مع نجمة كلنا منحبها ومننبست كتير لما منشوفها وينما كانت بأي فيلم كانت موجودة فيه هالنجمة اللي كانت من الأشخاص اللي ترشحوا لأكبر عدد من جوائس الأوسكار اليوم رح تخبرنا على طليطة على الريد كاربيت لما صباح الخير صباح النور يعني حبيبت الكل هايدي ما في مجال عرفتم مين ميرل ستريب ميرل ستريب يلي ما في دور مسالته ما بدعت فيه كله انتقلت بكل كيف ديقول على كل موجات السينما ان كان بكتنا ان كان ضحكتنا ان كانت زعلتنا ان كانت لقينها سئيلة يعني وقتنعنا سئيلة وهي امرأة رائعة بكل معنى الكلمة فمثل ما عملت بعض الحلقات قالهم علاقة على الافوليوشن طبع الفنانين والسيليبريتيز على الريد كاربيت اتناولت جورج كلوني اخر مرة هلأ رح نحكي عن ميرل ستريب عن ميرل ستريب كيف كانت طليتة وتبلشت عم نحكي عنه سنة 1960 لالفين وسبعة عشر رح نشوف سوا السور ونحكي على كل طلي لميرل وقتبلشت هون اول صورة لاله شوك ما اعظمة كتير كيوت نحنا هون سنة 1960 كانت أصلا هي بالمدرسة كانت تحب كل شيء اللي علاقها بالسينما بالدراما بالكورال كانت تغني كانت بعدين متمردة هلأ التمرد تبعها ما منشوفه بتيبة عادة الواحد بيلبس نفسيته بتظهر باختياره ميرل ستريب قدي كان عندها هالتمرد قدي كان عندها يعني كانت تاخد قرارات مش تتمرد حكي ما بدت تحط بريسز كانت تشيرليدر كانت مكيشي بعكس العالم وما كانت تمتصل لأشياء تأيده ستل ما كان يتأثر بشكله هلأ الصورة يلي رح نشوفها هوني سنة 1979 طلعت على الريد كاربت لبسي قطعة منا ريد كاربت بس كانت لدرجة هي جلوليش ستايلش وهيدا يعني مرأ لأنه هيدا شوي مريول يعني أنه هيدا فينا ما نلبسو كبنا بس قدرت تفرد قدم شخصيتها قويه نس ما اشتلقت وقبل أكتر من هلأ لسوق الحظ قبل كان يعني الريد كاربت كان له رولز يعني كانوا يعلقوا على حدا ما يلبس هلأ هم يطلعوا بتجينز برتعين عرفتوا كيف فهوني كانت فعلا الانتقادات ما كانوا موجهين لإلها بأساوي صورة تانية كمان سنة 1979 هوني منشوفها وقتها كانت لبسي أسود وعامل شعرها وقتها كانت عوائل الثمانين كنا ننفخ شعرنا ننفخه لدرجة أنه قد ما فيك تعمل الآن وقتها أكيد يعني أنا كنت سعي عمري عشر سنين بس كنا نحنا أحبين هالشعر كنا ننفخ الشعر لدرجة وكنا نتخنق مع الهندريسر إذا ما كني عملنا الغرة من هون لطاع الحقنة فكانت لبسي أسود هوني أخذت الأسكار تابع دير هونتر يلي من أجمل فلومي انحضرت عبر السينما وفيلم مؤثر جدا مؤثر جدا وكانت كتير دراما كوين حتى اللبسي هالأسود لأنه الفيلم كان كتير أسي منشوف هوني قديش هي مضوية شوفوا قدين نفسي بتلعب دونها دايما بكون عم تضحك على تكاراتك أفضل فزيعة وحتى بس تكون عم تحضر حفلات الأسكار دايما عم تضحك وهي عندها عندها موقعة ما بحييتها غلطت غلطات كبيرة بالشكل أو بالبهيفيور السورة يلي وراها سنة الواحدة وثمانين هوني قررت قص شعره مجر هيركوت ولبسي كانت ستيل مثل أمبراهي كاني بوهو ستايل شكلها كتير هيكي رويل هوني كانت كتير رويل بوقتها أنه هيدا الدرس كانت اللبسته كتير عطاها طلة جديدة طرعت من الأسود صارت منطبها أكتر منحس أنه انتبهت أكتر على أنه لأ لازم تكون طلطة غير شي بلشت تشتغل على الترانسبرانس تحسيها أنه ساكسي وكلاسي ميريل ستريب هون بالكندي سنتر أونرس بعدين سنت 83 هون سنت 83 كانت صارت بأوجه صارت كتير معروفة كانت حامل ببنته ولبسة دهبة وحامل الجايز الدهبة هلا هكيد هوني لأنه حامل ما فينا نجي نقول إذا لابسه شي زابطة كتير على جسمه بس بوقتها كان الحمل مش كتير نظهره مثل بهالقيم نلبس قشة دايقة منلبس قشة كروبتوب نلبس قشة منبين بطننا فيها نقصد نورج الحمل طبعنا لا هون نحسها شي بردية بس المصافة هي ما سمح لها كل شي كل شي ما سمح لها كانت لابسة هون اخدت وقتها لأسكار على صوفي ستشويس وكمان من أصعب أفلام وأدوار لعبتها وكانت حامل ببنتها بعد صوفي ستشويس سنت 86 ميريل ستريب هون خلص صارت شي سداري صارت تفرد ستايل معين صارت الناس تنطر ميريل ستريب شو بدها تلبوس يعني لبسة اشياء اثنيك اشياء تحسية افريقية اشياء آسية قوية فطلعت بستايل جديد هيدا منو ريد كاربت ازا بدنا نحكي ما كانت لبسي ريد كاربت بس عملت بطريقة بتحدد لنا انو انا عم بنتقل على مرحلة جديدة بحياة شعره غير اللون شعره منو كتير فاته ماشي بتحسي انو بلا ما انا ورجي كنو عم بدرس اللوك بس انا كتير عم بدرسوه انا بعرف شو عم بعمل متكل شي بحياتا ايه انو سوري في شي ما عملته بهالطريقة مزبوط كلو عملته بهالطريقة سنت التسعة وتمانين اه رجعنا هون فتنة بالجلامور خلاص ميرل ستريب ما عد فيها تغلط ايه اكي صارت بالأبوجي طبعا لبسة وصار في منافسة هون صار في منافسة على الهوليوود ايه كمان على الريد كاربت وكانت بتحسيها ماتيور بكل شي فوق شاكرا شعراتا القطعة اللي بستها كتير كلاسيكل بس هالذهبه عطاها عطاها هال الـ power suit اذا بدك نحكي ورجت انو انا امرأة فوليذية انا امرأة ذهبية ذهبية ولبسها الكفوف السود يلي يلي بيخلونا كتير ننتبه كي بده نحكي معا هيدي من اجمل يعني طلات لبستون مع انو العقد هلا عمشوفو هلا عمشوف العقد دي اللي كن فينا باليه بس انيويز فضيعة رائعة 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 سنت التسعين سنت التسعين صارت بنحس هون انو اذا غلطت ما حدا هيشوف وما حدا هيعائب وما حدا هيحكي لانو قلت فينري يعني كانت ايدل بقى صارت لجنريشن لبسة هون يعني لبسة معرق ولا معرق عادة بعرد بس كانت لبسة كلاسيك من فوق يعني اذا بدك تسأليني انت مع انو لبسته انا بقول للريد كاربت كافية تلبس غير شيء تحسيتها معلمة انو جاية تعطينا درس هون بتحسي يمكن انو ما فكرت كتير واخدتها ولهي فيها تكون معلمة يعني لكتير نجمات بعدين كانوا من وراها يا ريت بتعلموا فيها تكون معلمة لالون ايه فزيع يعني هون كانت لبسة بطريقة يعني اجنب يعني انا هون اكيد ما كانت من اجمل طليت على الريد كاربت 2003 2003 رح نشوف الصورة او ماي جود او ماي جود يعني ما بعرف بتطير العقل كانت بتطير العقل اجمل شي فيها عرفت تظهر هو كتفيتها عندها كتفيت عندها هون فسحة بيادة ولبسة هالعقد الامريلد يلي كان واو واو والروب لونج استوداء ولاحظة ايه بس لاحظة مانا كلاسيك مش مين ما كان حيقوله كيف يلبس هولي هالفستامة هالكمام فاتت انو انا بلا مت ما فيكون معلمة مدرسة مت ما فيكون ديفا ديفا هلا الامي اوورد سنة الالفان واربعة كانت لبسة قطعة جنون قد ما حلوة بس انهارة انا وقتها شفت العقد عملت سنكوب اخدونا على المستشفى حطولي مصل ايه قلت انا ما بعرف مارل شو حسيت انهارة لبسة فستان هو بيحكي اجي في كتير حركات في كتير قصات كيمونو ستايل وكمان شي وز ديرين كمان طلعت عالرات كاربت بس العقد تغري فقروا ايه ما كانوا تدير اعملوا كتير اعملوا كتير تحب الاكساسوريز كتير هي ايه 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 بتحب الاكساسوريز ايه دوماج لانو كان الفستان كتير كتير حلو وقزت منتقل الالفين وستة لانو بدي لحقن كلن انو خايفة كانت لبسة فستان طواش تلبسة قد فتحة قوية هالقد فتحة مفتوحة كتير فستانة بس الفستان كان كله بالفتحة هون سمعت يمكن الناس قالوا لحش تلبسي على أقل شو بك أنت ولا عودة شليون لاحظوا كيف عطت مجالة جميلة يظهر وكانت كاركتر بالفستان وما كانت لبسة أكسيسوريز قوية بعدين سنة 2010 جوليان جوليا هلأ هوني كان بهالفترة نصحت ميرل ستريب كتير نصحت فلبسة فستان أسود بعدين هو كانت طبخة بالفين بفتكر وبعدين لبسة فستان أنا أبدا ما عجبني لشو هالنار وهالفستان فيك تلبسي أسود بس ما يكون هيدا الفستان أنا حسيته كتير كتير تركح على سوري ميريل هون أنا ما كنت حبه بعد عندنا بفتكر آخر صورة رح نشوفها هلأ آه يمكن سمعت على الأكاديمي أوردز كمانا جوليان جوليا هوني شفتنيلا بأول بأول طل وقت أخذت الأوسكار بس هوني عم نشوفها بالأكاديمي أوردز كانت بومبا بالأكاديمي أوردز هايدي مفروض بالأكاديمي أوردز أنا محطوطة ها هيديك لكان بالجولدن جلوبزا كان أول شيء أول واحدة وهيدي الأكاديمي أوردز بس هوني بومبا 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 لبقلة الأبيض قديشها فاتحة لونة الأبيض كتير بي البقلة كمانا هوني عم نشوفها بالأسوات عم نمرؤن عم نمرؤن هون شوي بسرعة رح ننتقل لأنه الوقت عم بيديهمنا عم بتشوفوا أنه بالنهاية قررت تحطع وينات قررت تعمل شعرها كمبليتلي دفرنت سيدي بكل معنى الكلمة هي إز ريلي ريلي ستنينج نحنا عجلنا عليكم اتسابيتي لأنه كل الصور المرأنيهم بسرعة إذا شفتوا قديش انتقلت بالألوان قديش ما خافت من الألوان ولا من الأصار بالنهاية مش ضروري الواحد يلبس شورت أو يلبس إشياء تظهر له بس ما حاسنه ما فاتنه في يلبس قصات وألوان وأكسيسوريز ويغير بشعره بيكون عمل نيوستايل له أكيد خاصة فنانة قديرة جدا وما حدا بحياته حكي عنها كلمة إلا كلمة اللازمة وكانه بس ينتقدوها بحفلات الأسكار بس ينتقدو أنه كم مرة ترشحت لجايزة الأسكار أنا زتية بقى حشتي خلاص بكفة أخدتي وترشحت لكل هالجوائز إحنا مشوفك ربعة الجاي إن شاء الله رح نتابع محطاتنا ونلتقل مباشرة لعن شاف حسين ورشة ملاحة